عشية عقاد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا عقد وزراء خارجية الدول الأعضاف المنظمة اجتماعهم في اسطنبول حيث ينتظروا أن تتم مناقشة ملفات عدة تتعلق بفلسطين وسوريا واليمن وليبيا وإقليم ناغورنو كارباخ ويقول وزير الخارجية التركي بالنسبة للعالم الإسلامي حان الوقت لإيقاف تسارع الأحداث في سوريا أننا نحتاج إلى بذل الجهود من أجل إحلال السلام في هذا البلد ومن الواضح أن هذا تغيير لا يمكن أن يحدث مع الأسد الذي يقمع شعبه ويثير الفتنة الطائفية من جانبه يقول موفد يورو نيوز سيناقش الزعماء الذين سيلتقون تحت حراسة الأمنية مشددة أزمة اللاجئين وظاهرة الإرهاب الدولي والحروب الأهلية ويتوقع أن تكون هناك نقاشات ساخنة هنا قياديون شبان ونشطاء من المجتمع المدني سيشاركون أيضا في القمة وتقول الحائز على جائزة نوبل السلام توكل كرمان بشأن انتظاراتها من هذه القمة نحن نطالبهم بأن يكون هناك جهود واضحة لمحاربة الاستبداد لمحاربة الفساد لمحاربة الإرهاب لأن الإرهاب هو نتيجة للاستبداد والفساد هو نتيجة لغيابة ديمقراطية وحقوق الإنسان وغيابة تنمية وتتواصل القمة إلى غاية يوم الخميس بمشاركة حوالي ثلاثين دولة